اشتركوا في القناة ويقصر على السيطرة والهيمنة على السلطة والموارد والمال وانما تتجاوز ذلك لتدمير هوية هذا البلد وتدمير ثقافة هذا البلد وتدمير كل ما يرتبط بأصالة هذا البلد وبالتالي أحيي هذا الجهد في إبراز هذا التاريخ عن ما قامت به هذه العائلة من جرائم الجرائم ربما لا يتسع الوقت لتعدادها كعناوين فقط يمكن أن وثيرها أخواني الأعزاء الجرائم اللي ارتكبها آل خليفة منذ مجيئهم منذ استيلائهم بالقوة على مقاليد الحكم والسلطة في بلدنا لا توجد جريمة يمكن أن تخطر على بالك ما ارتكبوها لا توجد بدءا من القتل وخارج القانون داخل القانون في السجون في المحتقلات في الشوارع في الطرقات في المداعمات وإهانة أبناء الوطن الأصيلين في هذا البلد إلى وقت متأخر شوي كبار السن يمكن كانوا شاهدون كيف أن فداوية ما يطلق عليهم بهذه العائلة يضربون أبناء الوطن في الشوارع وفي الطرقات ويسرقون ويلهبون ويبقى الألم الموجة انتهاء الأعراض والنواميس يعني ربما سمعتم بعض القصص الموجة حقيقة فيما يرتبط بالاختصابات بعض الشباب هنا دخل السجن ولمس ماذا يعني أن يستلنوا كنظام مثل نظام باغي ظالم مثل نظام الحكم عندنا فيها الخليفة الأعراض والنواميس وهدك الحرمات كانت سياسة ممنهجة حتى في بدايات الغزو التي تمت لم تسلم الأعراض من الانتهاكات